وفي لبنان يشكو اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الجليل بمنطقة البقاع من انخفاض الحرارة لمستوى لم يشهدوه منذ سنوات وهذا العام لمست الحرارة عشر درجات تحت السفر فكيف مرت العاصفة على سكان مخيم؟ نتابع أدت العاصفة التي ضربت لبنان مؤخرا إلى انخفاض درجات الحرارة في هذه المنطقة إلى أكثر من عشر درجات تحت الصفر هنا مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في منطقة بعلبك في البقاع ثم تشعور بالترك والعزلة وكأن سكانه يعيشون خلف الظلال لكنهم يتكئون على ما تبقى لهم من صبر أيام الشتاء تمر ثقيلة على سكان هذا المخيم يسود الصمت والهدوء أزقته ويختبئ سكانه في بيوت يفتقر أغلبها مواد التدفئة السنة بالمرة سقعة يعني أنا بصل للباب وبرجع سقعة سقعة وجليد وزحليط ما بقدر الواحد يمشي بنام وبتغطى بحرمات وبعد شقلب لا هيك ولا هيك وبعد شعوم لا تطلع النهار وقعدين يعج الصوبي وبطفهاش بقوم من الصبح الساعة 7 بولاها بتظله الساعة 12 بالليل منقعد هاللي إله نصيب بيجي قعد أهلا وسهلا الولاد عندي كمان مرضو وهذا كتير تعب وأنا اللي بحصل وأنا اللي بسهوه بالبيت ما في يعني اللي أوزعه المصاري اللي جبت مزوت تسببت العاصفة بتجمد المياه في الخزنات وأحداث أضرار في بعض الشبكات أقفلت المدارس أبوابها وعاش سكانه في عزلة تامة أيضا في معاناة ثانية معنا معاناة المي إنه المي في هذا المخيم غير صالحة للشرب مع العلم أنه أبار محفورة هي غير صالحة للشرب فبالتراكم علينا مدتين مدة المي والمزوت ساعة كتير ساعة ساعة عجليت والأرض جلدت صارت عطلونا عن المدارس صارت كل ما واحد يمشي يصحطه واسنا روح نجيب مزوت يصحطه السيارات والطرقات مسكرة كانت وكل الهاي والناس ما بتقدر لا تتيج ولا تروح المعاناة هنا لم تستجد لكنها تتفاقم وتزداد صعوبة عائلات كثيرة تنتظر ما يأتيها من مساعدات لتؤمن الحد الأدنى من احتياجاتها وتجدد مطالبها للمعنيين بالالتفات إليهم حنان عيسى الغد من مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين البقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر